هل يغض التحالف النظر عن الماضي؟ نتمنى ذلك إذا كان ومننا أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح أحس بخطأه حقنا لدماء الإخوة الأشقاء اليمنيين نتمنى أن يكون هناك غض بصر عما مضى ولكن لابد أن نحرس لأن علي عبدالله صالح دائما وعوده ينكثها ليست أول مرة مرة في 91 أيد الغزو العراقي للكويت وبعد ذلك المبادرة التي وقع عليها ونحي جانبا وكان تاقيبا المؤتمر عقدة لانتقال السلطة للرئيس عبدالله للرئيس عبدالربو بنصر هذه فنتمنى أن يغض أو يكون هناك إجماع يمني سعودي عربي على وضع خطة قادمة للخروج باليمن لأرض السلام لأنه كفى ما مر بهذا الشعب الصديق من قتل لأبرياء لا يوجد بنية تحتية من أمراض انتشرت حتى المساعدات مركز ملك سلمان للإغاث العالمي ملايين الدولورات وتصل للإراضي اليمنية يسلقونها هؤلاء ويبيعونها في السوق السوداء تمام